المشاهد الهلودية الحس والمخيال العالمي والأمريكي خصوصاً على أنهم ليسوا أكثر من غبار بشري يأتيك ريمبو يأتيك العرب يسمون رامبو يأتيك ريمبو هذا البطل العظيم سلفسر ستارون هذا يقتل مئات من أجل أن ينقذ مثلاً رهينة طيب هذه المئات ما ذنبها غبار بشري سقوط الصقر الأسود ولا مش عارف إيه في أسطنوان نفس الشيء الناس يخضع عليها كأنها غبار بشري حتى سينما متوحشة الذي يكتب هذا الصناعي والذي يمثل هذا الشيء هناك مزاج أو مخيال متوحش أيها الإخوة يدرب الخيال على أن يكون مريضاً ولا إنسانياً لا يعتبر الإنسان لا يحترم قيمة الإنسان من حيث هو كأنه ليس الإنسان الأبيض الغربي وبالذات ليس الإنسان الأمريكي في السنة التي قضت فيها الكتلة الشيوعية بالضربة أيها الإخوة القاضية أو بالسكتة القلبية لأنها ماتت تقريباً بسكتة قلبية طيب كل شيء انتهى كل شيء هكذا على حين غر غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في نفس السنة 1990 غزتها دمرتها دمرت المشافي والمدارس والشوارع البون التحتية عموماً أيها الإخوة ثم أعقبت هذا الغزو الظالم بحصار امتد أيها الإخوة لسنوات طويلة بقية فترة بوش الأب وأيضاً دورات كلينتون الرئيس إيبل كلينتون مات من جرائها أكثر من نصف مليون طفل عراقي ما في حليب ما في غذاء ما في دواء وطبعاً في التلفزيون نحن رأينا هذا حين قيل لوزيرة الخارجية الأمريكية في وقتها أو إبانها مادلين أولبرايت يعني هذا الثمن بهض جداً جداً هل يستحق الأمر؟ قالت يستحق يستحق نصف مليون لا شيء نصف مليون سرصار عربي نصف مليون سرصار غبار بشري ترجمة نانسي قنقر